قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية بصدد سحب بعض موظفيها بصورة مؤقتة من السودان حيث ارتفع عدد القتلى في حملة القمع التي استهدفت المتظاهرين إلى أكثر من مئة المتحدثة قالت إن المنظمة الأممية تقوم مؤقتا بنقل موظفي الأمم المتحدة غير الأساسيين بينما تستمر جميع عمليات الأمم المتحدة في السودان